يلتقي المنتخب الوطني الأول لقرة القدم في هذه الأثناء منتخب النيجر في مباراة دولية ودية تقام على ساد الأسكندرية وذلك خلال فترة التوقف الدولي وتشير نتيجة اللقاء إلى تقدم الفراعنة بثلاثة أهداف دون رد سجلها محمد صلاح ومصطفى محمد وتعد هذه المواجهة الأولى للبرتغالي روي فيتوريا مديرا فنيا للمنتخب الوطني الأول شكرا